ناخد نفس الاتجاه. يعني ده من ثوابة السياسة المصرية أو من ثوابة التعامل مع الأزمة والحرب على قطاع غزة. أيضا ثابت مهم جدا. شفنا الفترة الأخيرة وكل زيارات زعماء العالم وقادة العالم إلى القاهرة. بدأ السيد الرئيس يؤكد على فكرة ضرورة حل المشكلة في حل الدولتين. هذا الحل الغائب تماما عن المجتمع الدولي. وأنه سبب الصراع أصلا أنه حتى الآن لم يحصل الفلسطيني على حقه المشروع في تقرير مصيره. وبالأمس كان فيه زيارة لرئيس الوزراء المجر. والرئيس أكد على هذه الجزئية أيضا أنه ضرورة الاعتراف الدولي بفلسطين. وإقرار حل الدولتين دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 67. أهمية التأكيد على هذا الثابت من ثوابة السياسة المصرية. وكيف يمكن أن يفعل ضمن إطار مؤتمرات مستقبلية للسلام كحل أخير ووحيد للأزمة ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين. هو أنا عايز أقول لحضرتك لو رجعنا من عام 2014 لغاية دلوقتي. هتجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المؤتمرات الدولية أمام الجميع العامة للأمم المتحدة في كل مؤتمراته الخارجية. أول حديث بيتحدث عنه القضية الفلسطينية يجب أن يكون هناك حق للفلسطينيين في أرضهم. دولة مستقلة. دولة مستقلة ودايما الرئيس بيأكد على حدود الرابع من يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية. لو رجعنا كل كلمات الرئيس هتلاقيها منذ 2014 لغاية دلوقتي. إذا أراد العالم أن ينعم بالسلام فعليها أن يتم حل القضية الفلسطينية. ليه؟ لأن فيه لازم نبقى عارفين أن فيه دولة احتلال. دولة بتحتل الأرض اللي هي أرض فلسطين. وبتنفذ على هذه الأرض كل أنواع القمع وكل أنواع القتل لأصحاب الأرض نفسهم. فلهذا السبب عشان تنعم المنطقة بالسلام ويحصل استقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم ككل يجب حل القضية الفلسطينية. دي من ثوابت السياسة الخارجية المصرية وعقيدة رسخة في الدولة المصرية. وبيؤكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما. لازم عشان نحل هذه الأزمة يجب أن تجملك على... ممكن شوف مؤتمر ما للسلام قاهرة للسلام آخر فترة مقبلة. يعني بيضم بعض الأصوات اللي في العالم دلوقتي اللي بتطالب ضرورة إقرار الدولة الفلسطينية. هو زي ما بقول للحضرتك أن من بداية الأزمة لغاية دلوقتي هتلاقي فيه دول كتيرة غربية غيرت من وجهة نظرها. وحتى التصريحات الرئيس الوزراء الأسباني ورئيس الوزراء البلجيكي لما كانوا متواجدين هنا في مصر. الرئيس أيضا أكد على حاجة. قال طيب في الوقت الحالي يجب أن نعترف بدولة إسرائيل. يعني لازم بدولة فلسطين أنا آسف. متواجدة فلهذا السبب أعتقد أن خلال بالطبع المرحلة المقبلة أعتقد أن القائرة هتشهد مؤتمر للسلام يضم هذه الأصوات. فيه تحركات طبعا إحنا شايفين التحركات السياسية شايفين الرؤية المصرية واستشرافها للمستقبل. لأن مصر حذرت من فترة طويلة رئيس حذر من فترة إلى قد تحدث أزمة زي دي. واتساع أيضا دائرة الصراع ده هيسبب أزمة كبيرة في المنطقة. طول ما استمر الصراع على الأرض طول ما هيكون هناك بالطبع أزمة في منطقة الشرق الأوسط.